السلام عليكم يا مساء الخير والردى والبركة على كل متابعين اكلنا بالمصري ايه رأيكم النهاردة نعمل شوية مقارمشات حاجة كده عسل هنعملهم بطريقة سهلة اوي مفيش تخمير مش هنقطع واحدة واحدة وننقل في الصينية ونغلب نفسنا النهاردة الطريقة سهلة اوي وبسيطة وسريعة احلى سناكس هتعمليه النهاردة بطعم جميل اوي 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 كل الاضافات اللي بتحبيها هتحطيها هنحط حبة البركة هنحط كمول نحط جبنة مبشورة ونحط مرحي خشن المهم انها هتطلع مقارمشة اوي لونها حلوة اوي مستوية جدا كل التفاصيل هتلاقيها في الفيديو بتاع النهاردة ويلا بينا نسمي اللي نصلي على الرسول ونشوف المقادير وبنحتاج نصف كيلو دقيق هنحط عليه معلقتين كبار نشا وهنحتاج معاهم معلقة كبيرة سكر وفي حاجة بقى من اتنين اما ان انت تستعملي معلقتين كبار صلصة او اه معلقة كبيرة مليانة بابريكا اه انا المرة دي هعمل السناكس بالبابريكا لان انا عملته من سنتين تقريبا بالصلصة فالنهار ده نغير حطيت معلقة صغيرة من البيكنج بودر وهحط اه نصف معلقة صغيرة ملحة نصف معلقة صغيرة مليانة ملحة بس ونقلب بقى كل الحاجات الحلوة دي مع بعض لو ما عندكش بابريكا وعندك صلصة فحطي معلقتين بس ما تنسيش الصلصة معلقتين كبار مليانين والبابريكا معلقة واحدة كبيرة مليانة انا قلبت كل المكونات مع بعض اللي هي المكونات الجفة وعلشان انا هستخدم العجان ففضيت الدقيق بالمكونات بتاعته في حالة العجان ونزلت عليهم بنص كوباية زيت وكوباية مية دافية بس كده هي دي كل المقادير بتاعت النهاردة المقادير بسيطة قوي يعني شوية دقيق وزيت ومية والاضافات اللي شفتوها ونعجن كويس قوي يعني اول ما شغلت العجان اللون البابريكا بنى على طول فهي معلقة كبيرة مليانة كفاية قوي على النص كيلو دقيق طيب انت هتعجيني بقى في الطبق بأيديكي فهتقلبي برضو المكونات الجفة مع بعض بعد كده تنزلي بالزيت والمية وتعجيني كويس قوي لحد ما تبقى العجينة بالشكل ده آآ عجينة طرية قوي قوي ونعمة آآ مش بتلزق ولا في الطبق ولا في ايديكي ولا اي حاجة طيب هسيبها بقى هنا عشر دقايق بس ترتاح مفيش تخمير لان احنا ما استخدمناش خميرة المقدار كله آآ معلقة صغيرة بعد عشر دقايق جبت العجينة وهقطحها لاربع آآ حتة آآ تلات حتة يعني آآ على حسب حجم الصينية اللي انت هتستخدميها آآ انا محضرة اربع صواني آآ في كل مرة هسوي الصينيتين علشان كده عملتهم اربع قطع بحيث ان انا آآ اوزع العجينة على قد الصينية فهنبتدي نفرد آآ طبعا انت بسيب العجينة دقيقة بس على الرخامة كده ترتاح بعد كده تفرديها بالنشابة بالمردانة هنحملها بصمك رؤية جدا وبعد كده نلفها على نشابة بالشكل ده ونجيب الصينية وننزل بالعجينة تمام على فكرة لو العجينة حستي ان هي لمت معاك افرديها بتتفرد بسهولة مش محتاجين احنا نرش دقيق ولا زيت ولا حاجة خالص وافرديها برضو بكاف في ايديك كده يعني وزع المساحة كلها في الصينية ما فيش مشكلة بعد كده بقى نجيب الاضافات اللي احنا عايزينها انا في الاول استعملت الكمون الناعم ممكن تحطي خشن لو انت بتحبيه ممكن تحطي شمر لو بتحبيه يعني اي اضافات بتحبيه اه بعد ما رشت الكمون هرش شوية من حبة البركة طيب انت لو عايزها يثبت اكتر هتعملي ايه اه يعني وانت بتفردي كده قبل ما تتفرد على الاخر رش الكمون رش حبة البركة وبعد كده كملي فرد بالنشابة كل الاضافات دي هتثبت على الوش اكتر وهتمسك في العجينة من غير ما ندهن ولا بيض ولا ندهن اي حاجة خالص طيب كده اه انا رشت الاضافات اه اللي انا عايزها وفرد نبتدي نقطع بقى في الصينية تجيب السكينة نجيب القطعة اه قطعي في الصينية على طول علشان ما نقطعش على الرخامة مننقل واحدة واحدة لقى ما فيش الكلام ده احنا مش عايزين نضيع وقت طيب الصينية لسه فيها مساحة فاضية في الاخر بقى ممكن نعمل حتة واحدة على الرخامة ونوزعها في الاماكن الفاضية هنا بقى انا بعمل الصينية التانية فردت العجينة برضو نص الطريقة ونقلتها بالمردانة اه لو العجينة في حتة زيادة شليها بالسكينة وزودي في الصينية في الحتة الفاضية بصو الطريقة سريعة قوي وسهلة اه مش هناخد وقت خالص ولا في العجن ولا في تخمير ولا في تقطيع فانتي يعني في خلال نص ساعة هتكوني عجانتي وشكلتي وخلطتي كل حاجة حتى التسوية كمان سريعة قوي اه لسناك سيكون جاهز معاك بعد نص ساعة تقريبا اه مش هتاخذ فعلا وقت نهائي دي تاني صانية انا هنا اه حطيت عليها جبنة اه رومي مبشورة اه ممكن عفكرة تحطي جبنة او جبنة اه برمزان يعني اي نوع جبنة عندك لو انت يعني بتحبي اه انواع تانية غير الجبنة الرومي اه انا وزعت الجبنة وببتدي بعد كده برضو اقطع القطع هنا مش بتوصل للاخر يعني مش بتجيب حرف الصانية فالحتة دي بس هي اللي انا هفصلها بالسكينة اه باجي عند الحتة اللي القطع ما وصلت لهاش وبفصلها بالسكينة وبس كده شفتوا الطريقة سهلة ازاي? وعلى فكرة ما بنقطعها في الصانية اه كل قطع بتفصل عن التانية يعني انتو شايفين ان في مسافات ما بين القطعيات وبعض. اه هنا بقى هتعمليها مسلسة مربعة مستطيلة اقطعي بالشكل اللي يعجبك. اه الجزء ده بقى انا فردت عن رخامة وقطعت هنا ليه? علشان اه الصانية كبيرة وفيها حتة فاضية فهشيل بقى اه بقى القطع كده ووزحها. القطع دي انا عايزها سيدة مش عايزة عليها طعم اي حاجة. اه يعني مش عايزة حط حبة البركة ولا كمون اه ولا جبنة. بس فانت ممكن حتة واحدة بس اللي ممكن اه تفرديها وتنقليها تكملي بها الصانية. ده لو في اه مساحة كبيرة. بعد كده ندخل بتاعنا الفرن. انا مشغلية على متين وعشرين. وطبعا الفرن لازم يكون سخن جدا. وبحط الصانية على الرافل في النص وبيعد معايا عشر دقايق. تمام? لو عندك مروحة في الفرن الشغلية هتوزع الحرارة وهيخلي بشكل جميل جدا. مش هنحتاج شواية خالص. هي كل الحكاية نار من تحت بس وهيبع عشر دقايق. وهنشوفه دلوقتي حالا اول ما يطلع. دي بقى الصانية التالتة. اه هنا انا حطيت جبنة مبشورة اه مع حبة البركة. وهقطع بنفس الطريقة. وانا بفردة هنا اثرتتها بشكل مستطيل. ولما اه حطيتها في الصانية ملت الصانية. فخلص ما حتكتش ان انا اه يعني ان انا اقطع كتير يعني او ان انا اشيل من الرخامة واوزع. اه اخر صانية بقى دي اللي كان فاضل فيها القطع الاولى. دي رشيت عليها ملح خشن. يبا احنا كده عملنا كل الطعوم اللي احنا بنحبها. اه بص دي اول صانية طلعتها. اه ما دهنتش لصانية زيت ولا حاجة لان العجينة فيها نص كوبية زيت. فمش هتلزق. اه طالع خفيف قوي. تسويب بتاعته مزبوطة. اهم حاجة ان انت تخليه رؤية. لانك لو خليتي العجينة تخينة. اه هتلقاها بتمضغ معاك شوية. احنا عايزينها مقرمشة. يعني بصوا انا بكسرها دلوقتي. هتلاقوها اه بتتكسر بسرعة كده ومقرمشة وخفيفة قوي. اه هنا انا قطعت سامبوكسات صغيرة وقطعت شريح كبيرة. حطيت الجبنة وحطيت حبة البركة. فطبق السناكس ده من نص كيلو دقيق عملت بيه اه طعوم مختلفة. اشكال مختلفة. حاجة كده جميلة تفتح النفس تقدري اه تديه للولاد. اه ممكن تفتروا بيه تتعشوا بيه تتسلوا بيه كده قدام فيلم. اه يعني حاجة جميلة جدا. اه الطريقة سهلة بسيطة سريعة. ان شاء الله لما هتجربوها تعجبكم جدا جدا. ولو عجبتكم ما تنسوش تحطيي لايك. والسلام عليكم.